السلام عليكم و مرحبا بكم في فيديو جديد اليوم جبت لكم فيديو على سارة البحر او لعقريشة كما يقولون في بعض الموضن في المغرب او لبوجنيبة العقربة هذه البوجنيبة هي كطريقة للتحضير لها تغسل مزيان الخضورة التي تكون في دارها تغسلها مزيان و من بعد تغسلها في الماء نصح عليكم السائل المشاهدين انكم تشريوا العقرب وهي حية باش متقولبوش وتاخدوا شي وحده ميته مش حال هادي تتخذوها وهي تتحرك اعدمولاها و مني تجيبوها للبطار حطها في تلاجة او لاشي حاجة حتى لحقاش تجيني زع ما انسان حشو ما تغسل هذك الكائن تتحرك في الماء لحقاش تبور سالية و الانسان خلاف تلاجة حتى تموت على خطره حتى هو كائن بري وبحري كي يبقى عايش برا وحد الأيامات لك شير تخليف تلاجة سافي و من بعد ما كيتسلق كتديري مع ورقة موصالحة مضو التومة في الماء وشوة الملحة و سافي و كتخليه تسلق وحد ربعين دقيقة لنص ساعة هو كيتسلق مزيان و من بعد كنحطوه بحال هكا في التبصيل و شا نقول لكم البنات متتبعين ديالي راه هم راه هو في بزاف ديال المنافع في بزاف يعني هدا راه ماكلة وضوة البنا وضوة راه رازع ما شا نقول لكم كحيد البرودة يعني اللي بغي الإنجاب يعني شا نقول لكم اللي بغي البلدات هدا يسلق هدا و يشرب وحد الماء يكون لداخل وصل منه بني كنتشوفوا كتلقى ذاك الرغوة هذي علامة لأنه طاب صافي مكلاود ورا في بزاف ديال المنافع الناس راه ما كيزعموش عليه كيقولوا زعم مراه كاوصرح ما فيه لا ريحة خيبة ولا والو غير هو واحد كيبقى يتحرك الناس ما كيزعموش أنه يشريك يتبور شو مني أنا وجبدو لكن هاد مراه زعمني عليه اللي يخلف على وحد راجل أختي اللي يسهل علي اللي يشد لي فصحيحو الوليدات و يخلي لي ربي الميمة يجبينو حد الصندوق عمر و قلت اللي حتى نوريكم كيفش طريقة كيفش كيتكال شوفوا فتباك العمر عبدك الهبيرة راه هغزال شهاد الهبرة كاملة كتكال وبنينة وماكلوا دوا راه دوا البرودة ودوا ديال بزاف المنافع كحيد الأمراض المزمينة و اللي بغى يياكلوا اللي بغى صحتو يشري هاد السرطان البحر او سرطعون بوج نيبة شو تباك لاشحالي للبيضان راه زيت هاد البيضان كاملين كليتهم عشان كليتهم عشان كليت من وحدين زوين في واحد البنة غزالة باك الله نتمنى اني نكون فتكم في هاد الفيديو و شكرا عز اتبعيكم و الى اللقاء هذه هي قناتكم بايون ميمون اضغطوا على الزر اشتراك من فضلكم ولا تنسوا تفعيل الجرس ليصلكم الجديد و شكرا لكم على المشاهدة